نبيل لا يمكن التغاضي عنه تحديداً بعد فوز برشلوني من هذا الطراز الرفيع الكلاسيكو تحليلك له يعني أي تحليل حتى لو كنت صادق أنا وداماً يأتي ما بعد لكن لو سألتين عن تحليل المباراة قبل المباراة وإيش أحليلها الآن بعد المباراة اللي شفناها متصور أنه يكون فرق شاسع اللي صار في المباراة كان شيء غريب وغير متوقع وأنا لا يمكن لأي مدرب في العالم يضبط الأمور والإيقاع اللي كان في المباراة الأول مرة منشوف أنه برشلوني بلعب فريق يعني بارد فاتر يدعو الخصم للمهاجمة بيسكره في وسط الملعب بيضيع الوقت بنيم المباراة لأنه عارف أنه ريال مدرب يلعب بصخب ومجبور يزيب أهداف وفي أرض وفي ملعبه استغربنا أنه وأشدنا بزيدان على اللعب الأداء الرائع فجأة بشوت الثاني مع صفرة الحكم غير من جلده برشلونة لعب بطريقته المعروفة والأسلوب المميز وحكينا في قبل المباراة على أنه يعني مفتاح اللعب وأسرار المباراة تكمل في الوسط من سيسيطر على الوسط بطريقته ببلكه لعبي وسط من الطراز الأول في العالم ففجأة برشلونة تسلم وتسيد الأمر اللي تفضلت فيه عبارة عن استراتيجيا أو تكتيك يعني آآه التكتيك التكتيك كان شوت أول وشوت ثاني سيطر رائع كان مسيطرة كاملة تقريبا لريال مدريد كان بغاية برشلونة إلا ممكن مرة واحد يسدد على المرة بالشوت الثاني موصلتش تقريبا ولا كرة لحارس مبارشلونة سجل هدف سجلت ثاني وسجلت ثالث كان الضرب بموجع صفعة غير شكل لا ننسى كمان البطاقة الحمراء لا لا مش سبب مكنتش سبب بالخسارة هي ليست سبب لكن هي أيضا عامل مساعدة الآن ما هو أنت بتسأليني شو تحليل أو شو توقع أو شو تفسيري أو قراءة الأمر تفسيرك لأجي أنا أفسر أنه زيدان أخطأ يعني وكان ممتاز بالشوت الأول يعني اعتمد على كوتشبيتش بدل مثلا إيسكو بدل أسنسيو لعبين موهوبين نعم طيب صحنا نسأل بالشوت الثاني اللي ما فتوش دخلوا دخلوا بعدما سجلت الأهداف نعم يعني صعب يعني وسؤل زيدان يعني قال أنا مش نادم على اللي عملته تكتيك اللي لعب فيه مضبوط طيب يعني يعني هي هي قضية الكرة القدم ما فيها أبيض وأسود يعني بالضبط بالضبط إذا كان هناك يعني فريق الذي هو فاز بهذا الفارق معناته الخطأ على الفريق الآخر وإنما هو تميز لهذا الفريق الذي استطاع أن يثبت نفسه تحديدا في البرناباية ونتحدث وفي مدرد النتيجة شوي كاذبة نوعا ما والفارق مش ثلاث أهداف بين الطرفين يعني كانت شوي فاضحة النتيجة كبيرة كانت وكانت موجعة 14 نقطة الفرق كمان نحضب برشلون أنه باقي الفرق المنافسة أتليتيكو فالنسيا ابتعد في الصدارة ظاهرة غريبة هذا الموسم في الدوليات الأوروبية ليلى ودوريد لازم يعرفها كمان أنه يعني عمال ينحسم الدوري بكير بكير جدا بجولة الإياء الذهاب تقريبا يعني في ألمانيا بايرم يونيخ سكر الموضوع تقريبا ومبارح أو اليوم جدد اتفاقيته مع المدافع الفذة ذاكي بيش بدل 2020-2023 كاعتراف من على قدراته على كفاءته وزادول الراتب في إنجلترا محسوم الدوري تقريبا نحكي عن إنجلترا بالذات إنجلترا يعني لا تستطيع أن تحصل من هاي إنجلترا فيه صار دوريين دوري فيه فريق واحد اسمه منشي ستار سيتي نعم ودوري الثاني الفرق تصارع على بطولة الدوري الثاني اللي يجا الثاني اللي فيها منشي ستار سيتي ليفربول الكاسح أنا عارف أرسنال توتنهام هذه الفرق يعني عمليا الدوري الإنجليزي كمان محسوم بفضل القدرات نجم رائع جدا في التدريب اسمه جوارديولا ليلى طبعا طبعا رهننا على ليلة جوارديولا عند دخوله الدوري الإنجليزي رهننا على جوارديولا متواصل سوى تقريبا الانجاز اللي عمله جوارديولا في بارم يونيخ دابتو دجري كمان 18 مباراة فوز متتالي عنده 11 فوز خارج ملعبه مبارح فاز 1-0 والناس يفكرون أنه 1-0 يعني فوز يتيم ولكن لا صدر 23 مرة على المرمى وأصابه للعارضة والقائم 3 مرات كان لازم يفوز 5-0 أو 6-0 فريق كامل متكامل أنا أعتقد هذه الشهادة لهذا المدرب الرائع اللي اسمه جوارديولا لكن أنا من خبرتي في الدوري الإنجليزي يعني بكير جدا أن أقول أنه هو حسن لا عادة ملامح البطولة نحن كنا دائما نحسمها في ملامح لكن لا يمكن حسمها مثل مثلا عندما نحسم الدوري الإسباني مثلا أو الدوري الإلماني دوري الإنجليزي له خصوصيته نبيل حتى فيه اعتراف بالفرق الإنجليزي يعني بتسمع من تصريحات المنافسين في الدوري الإنجليزي وكأنه محبطين وكأنه من الصعب أن نلحق بهذا فيه حتى صحف ألمانيا اليوم تتوج جوارديولا أنه بطل إنجلترا اليوم صحف ألمانيا تتوج أنه هذا المدرب هو بطل إنجلترا الآن بهاي الفترة بالشتاب بـ 2017 الموسم بنتيبه 2018 تواجهه بطل بـ 2017 ظاهرة غريبة فريق محسر صحيح صحيح بفعل بدون شك قدرات جوارديولا أثبتت مرة أخرى بدون المبضوط نحن تحدث عن الفترة اللي حين موجودين فيها الشتوية أبرز الانتقالات في هذه الفترة نرجع على فترة الصيف تذكروا كديش ذكرنا أسماء اترددت أسماء ونجوم وأموال وقليل الانتقالات أول شيء من الصعب يعني أنه الفرق تستغنى عن لاعبين بفترة الشتاء صعب يعني الفريق يستغنى عن لاعب ويجيب لاعب هذه الفترة الصعبة ولكن بنسمع نقرأ على أنه في لاعبين على المحاك يعني أنا بسمع اليوم من الليفربول بدي يأخذ مدافع أغلى مدافع في العالم 84.5 مليون يورو وفانديك أولندي أعتقد أولندي يلعب بسوثمتون لليفربول السؤال أنه هل سيضحي ليفربول بهذا المبلغ بكوتينيو لصالح فريق برشلونة نعم لأن برشلونة كمان مستعدين في 150 مليون صحيح غريزمان كمان على المحاك ولكن أكد من جديد أنه أنا باقي في أتلتك ومدريد في أتلتك ونعم السوق رح يفتح في أول الشهر وكمان شيئة كم يوم بعد أس السنة الأسماء مطروحة بكميات ومبالغ غائلة جداً ولكن تبقى تحت تعريف مجرد إشاعات مجرد إشاعات ما في إثباتات ما قبل أن تحدث ولكن فيك ملاحظة أنا يعني الدولة الهوندي توقف كمان في فترة الشتاء ملاحظة لا إليك كمان يا ليلى ولكل مشاجعة القدم نحن نستنبع بكرة القدم بغض النظر من الفريق اللي بلعب صحيح لكن أنا في هولندا في فريق كثير رائع اسمه فريق أيكس أمستردام صحيح هذا الفريق يملك لاعبين بيجمعوا مهارات لا تتوفر إلا بميسي وبنيمار أيكس ويعني فريق بلعب أسماء ولاد 19 و20 سنة أنا أول مرة أسمع برد هذول الأسماء هذول الأسماء اللي رح يكونوا بالسوق إسا الآن الشتوي جميل أنا أذكر أسمي المثال دولبرج الدنماركي أذكر أميني يونس كان مصافر الموارد الأخير اللبناني الأصل أنا أذكر لاعب برازيلي شفتوا مبارح أو مبارح بمواصفات يعني فكرت ميسي بلعب فكرت نايمار بنفس الكسم ديفيد نيرس أذكر هذا الاسم لاعب بكل المقاشي مش طبيعي أكيد مكتشفي المواهب رح يكونوا يعني عينا مراقبة لأنا لابد من كلمة كمان ليلة لابد من كلمة عن مجومنا العرب اللي بلعبه في الدولة الأوروبية فترة الشتاء في استراحة مؤنس دابور موجود في البلاد كان مفروض يكون معنا لهم لكن أفاجئك إن شاء الله نروح نشوفه قريب يعني أنا من أشد المعجبين أنت تعرف مروان كبه موجود بلعب بماريبور ومؤنس هو هدف الدوري النمساوي بنهي هذا العام بـ 24 هدف سجلهم بفريقين أنقذي جراس هوبرز من الهبوط في الدوري السويسري ومن ثم عاد إلى زالتسبورغ في النمسا هو هدف الدوري ويعني قداش نحن فخورين بهاي آه بجون شك نحن فخورين جدا طيب ما قبل ما ننتقل إلى البلاد وأخبار البلاد يعني أحلى ما يصير فعلينا عتب يعني ميلانو حمراء يوم أمس كانت وتأهل طبعا حاسم دربي ميلان والإنتر بفوز إسي ميلان بهدف يتيم ولكن بعرفش إذا الهدف ممكن هو جرعة أكسجين يعني لهذا الفريق اللي بعاني أنت ليش عطول عمجاد إسا ليش عطول بتخفف من من أهمية الفوز يعني أنك أنت بتشجعين ولا ما بسير في إشي لا أنا ما شجعونش أنا عمقله أنه ميلان حمراء خلاني نتحدث عن الصعود إلى يعني الدورة القادم في كأس إيطاليا خلاني نتحدث شوي بدأ جرعة معنوية بالضبط بأن معنويات يعني دائما نحن نحبط المشارين لا نحن ماشي فوز رائع جدا على الانتر في الدير بقيله طعيم آخر ممتاز هيا أنا هيا أنا قد يفتح صفحة جديدة ليلة قد يفتح صفحة جديدة في 2018 ولكن لا شك أنه فريق ميلان يعني وفضيحة الموصف في إيطاليا نعم ستفمره 200 مليون يورو إذا بتذكري فريق ماسك محل سابع ثامن وغيره مدرب وجامو مدرب والفريق بلعب يعني يمكن المراهنة على هذا الفريق ما بعد ثانية أنا بسنتين يعني هذا حصل أيضا عندما قام ريال مريب بتجميع نجوم العالم كلهم في وقته وبالرغم من ذلك لم يفز بالدورة ولا بتشمل مع ذلك الدورة الإيطالية بدون ميلان بدون طعن حتى للرغم أنه المنافسة المشتعلة الآن مع عدة فرق يعني طبعا وهي من زمان ما شاهدنا الدورة الإيطالية عن جد ممتع بهذا الشكل ممتع ودير بالي كمان غياب بوفوان في المدن الأخير من المرمى في يوفينتوس عمالي غيب مشتعل تماما وهذا متع لكل مشاهد لاتصور أنه الدورة الإيطالية رح يكون له كلمة هذا الموسم هو حتى لن يحسن كما يبدو حتى اللحظات الأخيرة لكن ذكرنا في البداية أنه في بعض الدوريات اللي حسينت نعم إسباني وإلماني يلا نرجع لهون شوي صغير على الأرض على بلادنا دور البلاد نطير من الحلم في بلادنا برضو الدوري مفتوح دوري العلوي عندنا مفتوح الدوري العلوي بير الصبع مكابة الأفيم مكابة تانية عنده قدرات رائعة جدا سخنين متأرجح متأرجح جدا بين play-off أسفل و play-off أعلى ليش هيك عم بيصير هذا التراجع طلع عدم وجوده عدم لعبه في البيت في ملعبه على أرضه هذا هو سبب الجمهور هجرت تقريبا الفريق لم يوفق بالتعزيز حتى الآن لم يوفق في التعزيز ممكن نزبط على الجمهور لا 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 ما دخلش الجمهور بزبط ما في ربط هيك مش مرتبط الفريق يعني على رغم مش مرتبط كل الحلقات مع بعضها عدم وجود الملعب البيتي كمان مشكلة في هذا الفريق طموح واضح قالوا احنا بدنا نكون بالبيوت في الأعلى وعمل نفتش على لعب أجنبي صانع ألعاب وكمان واحد للجوم مسكين محمد يكليبات برضو أصيب صحيح عنده تمزق في التوأم وكما حدث لموزاقل ذاك عنده إصابة كانت أصعب يمكن لابد ننخص حلقة لقضية إصابات اللاعبين يعني أسوأ نوع إصابات قضية التمزق في ربط الصليبي اللي بسي بلاعب بنفس الإصابة بنفس الرب خلال فترة بتغيب عن الملاعب فترة سؤال يعود إلى الملعب أبرز منعان من هذه النقطة هو رونالو البرازيلي بزراناته وللأسف هبط مستوى وخرج هذه الطريقة نعم رح نتحدث شوي ليس فقط عن دورية العلوية وإنما أيضا عن فرق عربية استطعت أن تشك أخذتني إلى هبط الجولان أخذتني إلى هبط الجولان هبط الجولان ومسمص وفكرة مهجة بالفعل يعني فريق درجة ثالثة خلانا نوضح للمشاهدين عن شو عم نتحدث عم نتحدث عن كأس الدولي في البلاد أبرز 32 فريق استطاعوا أن يصلوا إلى المرحلة القادمة طبعا هم متواجدين من عدة دوريات منها الدرجة الثالثة حتى الدرجة العلية هذول 32 فريق في هون ثلاث فرق عربية أو اثنين مسمص ثلاث فرق قاسم موجود معنى ذوت لدي مسمص وهبط الجولان منبع اختصار أربع فرق فرق مجرى شمس مسعاد عن كينيا وبقعاته وبقيادة المايسترو وجد الكيش شقيقة وشفا عمر أيضا وإنسان مميز ومدرب رائع وكان في القرعة وشفت أنا لما أجد إجابة القرعة أنه فريق الجولان المغمور اللي ما حداش بيعرفه فجأة بده يلعب مع فريق مكامي تلافيف فعلا يعني هذا هذا شيء يعني ما كان المحر يتخيله فريق وسس قبل سنتين استطاع أن يصعد إلى الدرجة الثانية وسيواجه في ستة شهر في سابع من الشهر القادم يوم السبت في نتانيا مكابي تل أبيب بتصور أنك راح تكوني غادة طبعا يعني بدها سؤال بس أنه يعني تخيل طبعا فريق آخر استطاع أن يعمل أيضا يشق الطريق سبغد نضع عن نتيجة ليلة ووصوله لهذه المرحلة هو مش هرف مكابي تل أبيب حلم أكبر إنجازات في الدول الإسرائيلي على صعيد البطولات وحلم وإنقاب الكأس هذا حلم وتخيله إذا اكتملت هذا الحلم اكتملت بتسجيل هدف فيك مفاجئ في الدكتور حسين أنا يعني خوفي عليك أنا وعلى ميلان الصغير إذا بيكون معا رح يكون رح نحل رح نتجع فريق مصمص أكيد مصمص كمان عنده إمكانية أنه يفاجئ فريق من الدرجة أولى شفى عمل مزبوط تجي كالسندريلا من حيث ولا التعلم أنا بدي أتمنى لوجدي ولا مصمص ولا كمان الجولان بالفعل يكونوا هيك يمسكوا دي ربالك رح يمسكوا عنوين الصحف مش بس محليا إذا حدثت المفاجئة يعني خلال الأسبوع الماضي مسكوا عنوين الصحف عالميا ومدكو فريق درجة الرابعة الكوركون إذا مش غلطان لما فاز على ريال مدريد في الكاس قبل أكم سنة كل صحافة العالم صحيح تحدثت فمليح إن واحد يمسك الواجهة عمليا والعنوين بالصحف طبعا فبدي أحييه للشباب أدولا شكرا شكرا لك وإحنا أيضا منحي كل شخص يعني عم بيثابر وعم يتبع حتى يضع بصمي في عالم كرة القدم وعالم الرياضة بشكل عام نبيل سلامي الحديث معك لا يمل لكن وصلنا إلى نهاية فقدتنا عندك شو سؤال لا أفضل عند الحديث بالما أطلع انتاز الفرصة طيب ألف شكرا لك نبيل سلامي لنا لقاء يمكن هيك قبل نهاية هذه السنة الشكرا لتواجهك معنا وكل عام وانتبقى شكرا لك شكرا لك